بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا اليوم في موضوع الانحدار الخطي linear regression أو الانحدار البسيط اللي هو simple regression طيب الانحدار الخطي أو الانحدار البسيط بنا نسوي تحليل لهذا الكيس لهاي الحالة باستخدام طبعا برنامج Microsoft Excel خطوة الأولى احنا بعد الصلاة على النبي اللهم صلي على سيدنا محمد بنفتح صفحة Excel وبنسوي save as بنسميها الانحدار البسيط أو الانحدار الخطي اللي هو simple regression simple regression إذا كانت بنحكي عنه اللي هو الانحدار البسيط وlinear regression إذا بنحكي عنه الانحدار الخطي هاي صار اسم الملف ايش فوقيكم زي ما انتم شايفين الانحدار البسيط نجي اه ندخل ال data البيانات المطلوبة احنا في هاي الحالة اه بدنا نفحص اه علاقة price السعر مع المبيعات لصنفين من المنتجات اذا اه عنا بداية هاي البرايس تمام وفي عنا sales من المنتج اي نحط ها وين اسم عمود تاني اه sales للمنتج اي وسيلز للمبيعات لشو لمنتج ثاني بي سيلز لمنتج ثاني بي تمام اذا هاي عنا البرايس وهاي عنا sales من اي وسيلز من بي شو يعني؟ يعني الاسعار اه مجموعة من الاسعار و اه مجموعة من البيانات التاريخية لا مبيعاتنا كديش كانت قيبة مبيعاتنا من المنتج اي كديش كانت قيبة مبيعاتنا من المنتج بي طيب كانت الاسعار كالاتي عشرة اه ثمنتاش 14 17 15 13 تمام 15 13 10 18 14 17 15 13 الآن هاي مجموعة من الأسعار نلاحظينها متغيرة هاي الأسعار الآن في كل حالة كل سطير هو يمثل كيس يعني حالة كل سجل يمثل حالة عند السعر 10 عند السعر 10 كانت ومعاتنا من المنتج 9000 ومعاتنا من المنتج اي 4800 ماباعتنا من المنتج اي 9000 اما مبعاتنا من المنتج ب كانت ايش 5000 5000 تمام عند لما كان السعر ارتفع صار 18 مبعاتنا من المنتج اي نلاحظ انها صارت شو 2000 هذي الداتا طبعا انت مش مطلوب منك انت ترف داتا. هاي الداتا هي بتيجيني داتا. وانا بكون بالتحليل بناء عليها. اه صارت مبيعاتنا اربع الاف في المنتج بي. بندخل الداتا بنفس الطريقة. طبعا انت بتكونوا فاتحين صفحة اكسل. وبندخلوا الداتا معي اول باول. عنده سعر ارباطاش. ستة الاف. كانت مبيعات اي. وستة الاف مبيعات شو? بي. ستة الاف مبيعات بي. اه. لما السعر سباطاش. مبيعاتنا من اي اه اه تلاتة الاف. ومبيعاتنا من بي اه سبع الاف. عند السعر ا inh през 15. مبيعاتنا من اي خمس الاف. وببعاتنا من بي. كمان خمس الاف. اه. عند السعر طل persec مبيعاتنا من اي ثمان الاف. اما انبعاتنا من بثلاث الاف. اذا انا عندي هاي مجموعة من ايش? البيانات. مجموعة من البيانات. بسوي سيف اول باول او من خلال كنترول اس. هاي بيانات تاريخية. اذا بدي اضيف سطر قبل شايفين. احنا بنارب صباحة الاكس اللي هي مقسمة لأسطر روز واعمدة. صح? بدي اضيف سطر احط عنوان للتحليل باجع. بكبس هنا على رقم واحد. بظل اللي كل هذا اضع السطر بكبس كليك. تمام? اه بقول له انسيرت. لاحظوا انه اضاف سطر ونزلهم ايش هتحت. اقول له انا اه بدي اضيف كمان سطر. هاي انسيرت. شايفين? عنوان التحليل كله اللي احنا ما نشتغل ولي هو ايش? سيمبل سيمبل ريجلشن. سيمبل ريجلشن. شو يعني الانحضار البسيط. معناها الانحضار البسيط. طيب. هذا انا بدي اسوي على كل هاي الصفحة مثلا اللي هون. اه او بداية شو اسوي? بدي اكبر الخط شوي. فاجي بظلل من هون شايفين على زاوية الصفحة ومن عندهم. اه? فاقول له خليلي اه حجم الخط يكون اربعتاش. حجم الخط شو يكون? اربعتاش. طبعا ما هي كبر ايش الخط. بدي اجي اسوي دمج لهاي الخلايا كلها. فاقدر اجي اسوي هيك تضليل من عند سيمبل زي ما انتم شايفين. اه مثلا لهون. واقول له من هون ما عندهم. في ايش خيار اسمه ايش? ماريج اند سنتر. يعني ادمج ووسط. دمج وهي صارت شو في نص الصفحة زي ما انتم شايفين. صارت سيمبل ريجلشن في نص الصفحة. فسويها بولد. اي سويتها ايش بولد. عنوان يعني شغل تبعنا السيمبل ريجلشن. هاي البيانات كلها اللي هون هي شو اسمها بيانات تاريخية. اه. شو اسمها بيانات مالها تاريخية. يعني بيانات اه سابقة. طيب. الان ممكن انا ان اجي هذا الجدول. اضل له هيك. واسوي له توسيط للارقام. اي بسوي له توسيط. اه اسم الاعمدة اللي هي برايس سيلز اي وسيلز بي بسويها بولد. عشان تكون ظاهرة. تمام? اممكن احطهم في شو في اسوي اظهار لا اه الحدود بين الاعمدة. اي باجي هون من بوردر وال بوردر. هاي اشياء العلاقة في التنسيق. احنا ما بدينا في شو لسه في التحليل. اذا هاي البيانات التاريخية اللي انا عندي. وقول لي انت عندك هاي الاسعار. زي ما انتم شايفين البرايس. وقدش كانت اه المبيعات اه في عند كل سعر من اسعر. يعني لما كان السعر عشرة بيعنا من منتج اي قديش تسعة تلاف. لما كان السعر ثمنتاش بيعنا الفين اربعتاش ستتلاف. سبعتاش تلات تلاف. خمستاش خمس تلاف. وعندي كمان المنتج بي اللي بنشتغل فيه. اه هاي عند مختلف الاسعار كديش كانت مبيعاتنا. كديش كانت اياش مبيعاتنا. انا السؤال انه اه التحليل الريجرشن. احنا نستخدمه للتنبؤ. يعني اه او عشان اقدر اتنبع. اذا انا غيرت السعر كم ستكون مبيعاتي المتوقعة. في البداية انا لازم اختبر اول شيء بدي اختبر انه هل فيه حقيقة علاقة ما بين السعر وهذا المنتج. احنا منعرف نظريا مبيعاتنا من هذا المنتج. احنا منعرف انه نظريا نعرف انه فيه علاقة بين السعر واياش والمنتجات. ولكن عمليا اه في بعض المنتجات قد تستثنى من ذلك. قد يكون هناك تغير في الاسعار ولا تتأثر اياش المبيعات. وقد تكون العلاقة العلاقة النظرية انه العلاقة بين السعر والمبيعات هي علاقة عكسية. يعني كلما قل السعر ابتفعت اياش المبيعات. كلما قل السعر تفعت المبيعات. ولكن بنا نشوف نفترض عشان الان نحلل ونختبر هل هذه العلاقة موجودة ولا لا. بابدأ فيه اول خطوة من الخطوات شو بسوي. طبعا احنا منلاحظ وانا ننتبه انه الاسعار هون مش مرتبة لا تنازليا ولا تصاعديا عشرة ثمنتاشة عبعتاش سبعتاش تمام. بدي او سوي التمثيل البياني. اشوف هل الشكل البياني بطلع بظهر لي فيه علاقة ولا بظهر ليش علاقة. آآ باجي بضلل البرايس مع السيلز من ايه مثلا. آآ البرايس مع السيلز من ايه. تمام بدي اضللهم انا عشان مثلوا اين. بروح على انسيرت. آآ بنفعش طبعا هون اروح على لين شارت. بدي امثلهم على السكتر شارت. السكتر اللي هو شو يعني شكل الانتشار. بختار الشكل الاول. هاي الشكل الاول. آآ شايفين لما مثلت هاي بكل سيلز ايه. العلاقة بين المبيعات وشو كمان يا جماعة. وما بين السعر. هاي الاسعار جابهم شو زي ما انتم شايفين. الاسعار جابهم على المحور هذا شو اسمه المحور? محور اكس. اكس اللي هو الاسعار. هايها. صفر خمسة عشرة خمستاش. واي هذا المحور العمودي. الفيرتكال اللي هو جاب لنا هايش المبيعات. آآ. اذا يظهر هون في الشكل. يظهر انه في علاقة. وهاي العلاقة مالها. علاقة ايش? عكسية. لانه ميل هذا الخاط. شو ماله? ميل هاي النقاط. ميل سالب. نيجاتيب. ان دايريكت. علاقة غير مباشرة. علاقة عكسية. واضح. علاقة ايش? آآ سالبة. اتجه الخط من الاعلى للأسفل. واضح? اذا يظهر هون انه في علاقة. تمام. لانه في شكل للانتشار. لو جيت اتأكد. باجي بكبس على نقطة من هاي النقاط مثلا. وبكبس في الماوس في الكليك على اليمين. وبقول له ايش? اد تريند لاين. ضيف لخط الاتجاه. نشوف. هاي كبسنا خط الاتجاه. بسكر من هون لينير. آه هاي خط الاتجاه. هو خط يمر باغلب النقاط. فعلا هذا الخط بمر في اغلب النقاط. هاي هم واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة. هذا الخط بمر في قديش. ايزا ما احنا شايفين. بمر في واحد اتنين تلات اربعة نقاط. اذا هذا الخط المستقيم يمر باغلب ايش النقاط. اذا في اتجاه عام. اذا يظهر هون انه في علاقة ما بين السعر والمبيعات بالنسبة لمنتج ايه. سيلز من ايه. المنتج ايه. تمام. اذا هذا من ناحية ايه. التمثيل البياني. التمثيل شو ماله. البياني. تمام. تعالوا هذا هون لو بدنا لو بدنا نحسب احنا الان عشان نشوف هل في ارتباط يعني انا هون ظهر عندي انه في ارتباط. بس ببدأ هون احلل. باجي بقول له احسب لي ايش اسمه الكوريليشن. كوريليشن شو يعني? كوريليشن معناها الارتباط. كوريليشن شو معناها يا جماعة? الارتباط. كوريليشن. شوفوا هاي اجت الكتابة في الخلية التانية. فشو بسوي على الحافة تبعة الخلية ايه? فكبس بوسعها. بوسعها. هذا ايجاب لهن. انا هذا بقدر احركوا كيف بدي. طبعا كيف ايش ما بدي. تمام? ايوة. طيب. تعالوا نشوف هون. اه. الكوريليشن كيف بنحسب? يعني هل في ارتباط ما بين الاسعار و مبيعاتنا من ايه? من خلال دالة اللي اسمها كوريليشن. دالة دات الكوريليشن. دالة الكوريليشن. اي بحط يساوي بكتب كو. اي بس اكتب سي او ضبل ار بيجيب لي. هيها كوريليشن كو افشنت بتوين ذا داتا سيت. يعني هاي ترجع الى معامل الارتباط بين مجموعة من البيانات. بكبس عليها هاي من هون. تمام? طبعا اللي كليك. اي بفتحها وباجي على اف اكس الفانكشن هاي. ايوة. بكل ادخل لي. سطر الاول سطر الثاني. الان ما فيش فرق. دخلت سطر الاول لبرايس والسطر الثاني. ايه او بالعكس بيأثرش. هاي دخلنا السطر الاول لبرايس بعدين بدون كلمة شو لبرايس. بس الداتا. من عند عشر الى تلاتاش. وهي الريتو من عند تسعة تلاف لثمان الاف. تمام? ووقت بكله ايش اوكي. ايوة. جب لي اذا الارتباط. اذا بقول لي هون انتبه. الارتباط قديش طلع. اوليش من ناحية القيمة. من ناحية القيمة. قديش طلع. هذا اللي هو ايش سبعة وتسعين في المية. يعني تسعمية وستة وسبعين في الالف. يعني سبعة وتسعين في المية. معناته في ارتباط ولا ما فيش. في ارتباط وارتباط قوي. والارتباط ماله قوي. طبعا هاي بالنسبة ل ايش. هاي بشوف هون باجي بسوي. على سينز ايه. كليك. كوبي. يعني نسخ. وبحطها هون. انتر او بيست. هاي للمنتج ايش. لان نبدأ حسبن كمان ل ايه. ولا بي. هاي كوبي. واجيب ايش. منتج بي. بدل معروض اكتبهم كتابي. اذا الكوريليشن هون بالنسبة ل ايه. من السؤال الاول. في ارتباط ولا ما فيش ارتباط? في ارتباط. ليه لانه قيمته قديش يا جماعة 7. انا بعرف انه الكوريليشن المدى تابعه من سالب واحد لا واحد صحيح. من سالب واحد لا واحد موجم. امرورا ب الصفر كلما اقتربت القيمة من الصفر يا معناته ما فيش ارتباط كلما اقتربت القيمة من الواحد معناته فيه ارتباط هذا ارتباط وارتباط قوي لانه قيمته قديش سبعة وتسعين في المية شو اشارته معامل الارتباط سالبة معناته الارتباط موجب ولا سالب سالب وهذا معناته انه الميل تبعه ماله سالب الميل تبعه شو سالب ممتاز اذا الميل تبعه شو سالب. الايش الثاني اللي بدي اجي انا احسبه هون. عشان انا اوجد معادلة خط الانحدار هذا عشان اقدر ايش انا اتنبأ كمان شوي اتنبأ بالنسبة لشو لا اه كدش تكون مبيعاتنا من المنتج ايه بدلالته ايش السعر. بدي اجي اشوف خط هذا خط الانحدار انتبهوا الو عشان تقدر ترسمه. بدك مطلوب منك قيمتين تابتت. شو هنا القيمتين. قيم الاولى. لو مدينا هذا الخط هيك 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 لفوق. بنا نعرف من وين النقطة اللي هي التقاطع. النقطة اللي بيقطع فيها هذا هو خط الانحدار. خط الاتجاه العام. المحور ايش واي? يعني من وين بيبدأ? لو مديتوا هايوا راحين انتوا شايفين ايش? انه اكثر من من 12 الالف. يعني هاي كنت 12 الالف. يعني هذا لو مديناه لفوق فوق 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 بطلع حوالي بجوز ايه 15 16 او 18 الالف او عشرين الف. يعني رقم فوق 12 الالف هون. صح ولا لا? طب هاي انا عشان ارسم خط الانحدار. عشان اقدر ايش انا? انا هون هو رسم ليها ماله اليكترونيا. بس انا بدأ اسوي المعادلة. عشان عارفة اسوي المعادلة لها التنبه. فبتي بدأ احسب ايش? اللي هو التقاطع. التقاطع شو معناته في الانجليزي؟ انتر سبت. انتر ايش? سبت. انتر سبت شو معناها? التقاطع. التقاطع. وشو بنرمز لها? بنرمز لها بالرمز hygiene نرمزلها بالرمز شو ايه اذا التقاطع بوسع الخلية هايه اللي هو انتر سيبت بدي اشوف هذا اللي هو الخط لو مدينا هيك وين بقطع المحور ماله واي الانتر سيبت شو الدالة تبعتها ايك والانتر نفس اللي ايش انتر سيبت هيها شايفينها اجت بس انا كتبت اي ان تي اي جاب لي ايش انتر سيبت طب اللي كليك هون هيا شايفينها لون العزرق بفتحها من لون اف اكس وكل الطيب تمام دخلي نون وايز ونون اكسز يعني قيم واي المعروفة وقيم اكس المعروفة احنا بنعرف هون في التحليل انه القيمة المتغير اللي انا بدي اتنبأ فيه هو بكون واي هاي والمتغير اللي انا بدي استخدمه بكون ايش اكس يعني انا في عندي نوعين متغيرات في متغيرات تابعة فيمتغيرات مستقلة هاي المتغير المستقل اللي هو X اللي بتحرك لحاله هون أنه اللي بتحرك لحاله وأنه التابع اللي بالحق بعرف أنا هون أنه الـ price هو المتغير المستقل X معناته هو اللي بتحرك ماله لحاله وبالحقه Y هو اللي بأثر على Y هيك أنا مفترض معناته قيم Y الأولى اللي بدي أحسبها اللي هي قيم Sails A بدون كلمة من عند 9000 إلى 8000 تمام قيم X Xs شو يعني X وبعدها S هي قيم X كلها من عند 10 إلى 13 تمام من عند 10 إلى 13 وكله أوكي يواجب لي قديش القيمة أيها شايفين 18952 بقول يعني هذا الخط الانحدار لو مديته أنت لفوق هذا بقطع محور Y عند القيمة 18952 إذن هون أنا جيت تعرفت أنه price هي مالها هي X صح والSails هي Y يعني Y عندنا هون كم Y فيه في ثنتين اللي هي Sails A وSails شو ماله B هاي Y لا A صح ولا لا Y لا A مشي Y لا A وهاي شو اسمها بدأ تكون برضه Y لا B تمام Y لا A وY لا شو لبي ممتاز بخزن إذن هذول أنا عرفت أنه أنه المتغير التابع ومين المتغير شو المستقل بدأ أسويهم كمان شو بولد هاي بنسويهم كمان بولد وظل لناهم إذن أنا عندي هاي X اللي هو الماله dependent ولا independent متغير dependent معناته تابع independent مستقل price اللي هي x اللي هي independent المتغير مستقل Y اللي هو dependent المتغير التابع YB برضو متغير التابع الثاني بس أنا بشتغل على simple regression فبأخذ كل بأخذ متغير مع متغير يعني واحد واحد بقدرش أشتغل عليهم اثنين مع بعض تمام هاي حسبنا الانترسبت ليش جزء الثاني بالنسبة لخط الانحدار كلنا أنا عشان أرسم أي خط مستقيم هون خط الانحدار بدي شغلتين أعرف من وين نقطة الانطلاق من وين بدأ منوحور Y ثانيا قديش الميل تابعه قديش الميل هل ميله حاد ولا ميله قليل الميل معناها slope slope ما معناها slope بنرموز لها بالرمز شو B بنرموز لها بالرمز B slope equal نفس الدالة slope هاي بس أكتب اسأل O بيجيب لي slope احنا بنحفظين هذول الدول double click عليها من هون وFX وكل تعال أدخل لي قيم Y وين Y قلنا احنا بنحسب لسلوب لشو لا السلزة هاي قيم Y من 9000 ل 8000 وهاي قيم X اللي هي البيت صح اللي هي قيم X اللي هي البيت أوكي شو طلع عندنا الميل يا جماعة ناقص سالب 927.7 الميل سالب ولا موجب أيوما بقول لي سالب الميل سالب إذن هذا هو الميل السالب هيك ميل سالب لو كان طرد يطالع بيكون الميل موجب إذن هذا ميل سالب هاي عرفت أنا إذن شوفوا أنا هون من لما بعرف الميل بعرف طبيعي نوع العلاقة هل العلاقة طردية ولا عكسية عكسية وكمان لما بتطلع على الcorrelation بعرف دايما الcorrelation إشارة الcorrelation ها يعني تماثل إشارة شو السلوب الميل هاي عند الميل الميل سالب والارتباط سالب لأنه العلاقة ما لها عكسية لأنه العلاقة عكسية تمام في هاي الحالة السؤال هل أنا بقدر أتنبأ معناته في مبيعاتي من Y باستخدام مبيعاتي من إيه آسف مبيعاتي من إيه باستخدام السعر نعم بقدر بقدر أبني معادلة تنحدر التنبؤ ليه نطلع عندي الcorrelation عالي شايفين طلع عندي الcorrelation ماله عالي وقوي وهي أنا بقدر أبني معادلة التنبؤ من خلال الانترسبت اللي هي التقاطه وإيش والميل هاي آه تمام على كمان شوي باجي ببني إيه المعادلة خلينا نسوي هذا اللي سوينا بالنسبة لأي لأبي طيب أول إيش أنا شو بدي أجي أسوي هون بدي أرسم معادلة شو بدي أرسم خط الانحدر كيف جي نسوي من عند البيعاتي صح وبكبس هون شو على control انتبؤ وبضل كابس على control على على insert شو باختار يلا scatter scatter اكليك بتجيبها بقدر أزيح الشكل أخطه وين جنب يعني sales دات الاي اي هون لو أجي أطلع عليه هون هل في شكل يعني في نمط لحركة هاي النقاط لأ وسط نازل طالع نازل طالع نازل مش معقول يظهر هون شوف في نمط في نسق في باتر صاح هون يظهر انه ما في علاقة يعني انه الاسعار يعني ما في علاقة مباشرة بينها وبين شو مبيعات من السزبي حتى لو جيت قلت له أرسم لي مثلا خط الانحدار كيف بسوي كليك على اي نقطة من النقاط وبكبس على الماوس على اليمين صاح ولا لا وبكبس على الماوس على اليمين وشو وقل له insert هاي بدون نست add trendline ورسم خط الاتجاه add اضف trendline خط الاتجاه كليك وطبعا احنا linear مش هيك له خطي linear خطي كليك آه هاي خط الاتجاه لو طلعت على خط الاتجاه صح هو شكله انه ماله موجب انه العلاقة يعني موجب ولكنها شكلها ضعيف ليش ضعيف لأنه الميل ضعيف سمية سبعة وعشرين هون الميل ماله رايح يطلع ايش قيمته آه اقل رايح تطلع قيمته اقل من هيك لأنه هي مبين انه هون الميل ماله ضعيف ثانيا العلاقة بالنسبة ل ال correlation لازم نطلع موجب لأنه شكله انه مش نازل لتحد آه طالع لفوق هاي موجب ثالثا انه هذا الخط هل يمر في معظم النقاط لا هذا الخط يمر بنقطة واحدة من أصل اثنين اربعة ست نقاط فمعناته هل في علاقة ال correlation رايح تطلع قوي ولا ضعيف رايح يطلع ضعيف هاي كلها انا عرفتم هون من الشكل مباشرة تعالوا نحسب equal correlation كلها ال correlation اللي هو ايش دلتو correl هاي وف اكس كل array هاي بدون كلمة برايس طبعا بس الارقام وهاي array شو تصلوا عن نبي اللهم صلي على سيدنا محمد وهاي array 2 اللي هي salesman بيت تمام وابقول اوكي قديش الكوريل طلع هاي شو الرقم هذا تقريبا تسعتاش في المية يعني الف وتسعمية واربعة وستين في العشر تلاف اللي هو ايش يعني تسعتاش في المية تسعتاش في المية اذا هذا الكوريل مال ضعيف ضعيف انا بقدر هاي الارقام اخليها بس خانتين بعد الفاصلة كيف بسوي لو جيت هون اذا اضافة ايو وبني اجي على هين هيا شايفين هون 增加 增加 هون بدك تزيد الخانات العشرية وهنا بدك تقللها انا بدك اقللها بس بدي مثلا خانتين بكفة يعني هون 98% قريب من الواحد الصحيح العلاقة هون 20% العلاقة مالها ضعيفة العلاقة شو مالها ضعيفة اذا الارتباط ضعيف شو اشارته موجبة لانه هايو شكله موجب انه طالع واضح ولكن العلاقة ضعيفة فهون ما في علاقة ما بين ومبيعاتنا من شو من بي تعالوا نحسب الانترسبت الانترسبت هون انا ما صلي على سيدنا محمد وآله سيدنا محمد يعني قبل ما اجي ايش احسب الانترسبت هون اه لو طلعت على القيم ومديت وانا الخط وين بيجي بقطع المحور واباي القيمة بدأ تكون بين الثلاث تلاف والاربعة تلاف صح انا لو مدينا هايو شايفين قيمة بين الثلاث تلاف والاربعة تلاف ثلاث تلاف اربعة تلاف تعال نحسب الانترسبت بقول ايكوال انتر انتر بتجيب لاش انترسبت نفس الكلام باك بسوان اكتب 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 دخل قيم وين هلأ هلأ احنا بنحكي على تحليل بي ايه سوينا هايو من بي هاي قيم واي بدون اسم العمود وهاي قيم تمام مش قلنا احنا بطلع اول اشي الانترسبت هايو مش قلنا هاي لو مديناها من هون تطلع القيمة بين ثلاث تلاف واربعة تلاف وستمية تمام عرفنا من وين بنطلق خط الانحدار نحسب ميلو ميلو شو لازم يطلع حكينا سريعا شو قلنا يا جماعة اللهم صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الميل فوق وانطلع تسعة مية سبعة وعشرين ورايح يطلع ايش اقل يعني اقل من مية تقريبا ورايح يكون ايش كمان الميل موجب الميل كلنا ايش معناها ميل ادخل قيم y y في تحليل بي هاي من خمس تلاف لتلت تلاف صح و اكس هاي من عشرة لتلت عشرة وبعنتر اوكي ايوه هاي جابلنا الميل اول اش شو اشارة الميل موجبة لانه خط الانحضار مال وطالع ثانيا قديش قيمة الميل 96 لانه الميل ضعيف هيا الميل ضعيف هون اللي قبل كان الميل 900 تخيل هون 96 هون 927 هناك الميل قوي معناه الميل قوي معناته في علاقة معناته الارتباط قوي الميل الموجب معناته الارتباط موجب الميل سالب معناته سالب اذا نفهمنا طب السؤال هون هل بنا انا بقدر استخدم اه معناته المبيئ الاسعار هون اه يعني بقدر استخدم الاسعار في حال تغير الاسعار للتنبؤ بالمبيعات من بي لا لو سويت معادلة انحضار راح تكون الكلام مش دقيق راح يكون فين حرافات مالها كبيرة راح يكون فين حرافات شو مالها كبيرة ايو حرافات كبيرة ليش لانه انا بقول لي انه الماله ضعيف ما في علاقة ما في علاقة ولكن احنا بنا نسوي ونكمل الاختبار طيب بنا نيجي على التنبؤ نيجي على التنبؤ التنبؤ اللي هو اللي بنا نتبع في Y صح ولا لا القانون شو بقول لي Y تساوي A زاعد B ضرب شو B ضرب X B ضرب شو ضرب X Y تساوي A A في B ضرب شو X تمام دايما B في X هيتعرفون هيا بين قوسين لانه اول اش الضرب بعدين ايش الجمع يضع Y تساوي A زاعد B في X تمام هاي القاعدة Y تعالوا نتنبأ في Y لا A Y لا اولا بدأ اشوف انا لو بقدر اتنبأ اقول مثلا هون انه لو كان السعر عشرة اشوف اصب معادلة لانحدار هاي اللي بستخدام A و B هاي A و B معروفات صح بس X اللي مش معروفة X اول واحدة من هن عشرة يعني لو انا بستخدم هاي المعادلة تصلح للتنبؤ بمبيعات باستخدام السعر هات اشوف اطبقها على بيانات موجودة هي موجودة اللي هي مثلا انا لما كان عندي السعر عشرة كانت مبيعات 9000 طب هات اشوف لو هون حطيت انه السعر عشرة هل بتعطيني هاي المعادلة لمبيعات قريب من 9000 ولا لا بالنسبة لا باجي بقول له هون يساوي اول ايش ايه وين ايه هيا قيمة ايه بالنسبة اللي هي للمبيعات من ايه صاح قيمة ايه من مبيعات من ايه شو من المنتج ايه اللي هي تساوي هي بحط يساوي بس بحط على الخليل بعدين بحط زائد صاح ولا لا بفتح قوس ليش افتح قوس عشان اول ايش ينفذ لي بي ضرب اكس بعدين يضيب فهم على ايه ايوة زائد بي وين بي هيا قيمة بي لمبيعات ايه الصنف ايوة بي ضرب هاي ضرب اللي هي السار اكس قديش السعر الاول اللي بدك تفترضه ايش تغلي على سعر عشرة هاي السعر عشرة لازم تكون يعطيني هاي المعادلة لمبيعات قريبة من تسع تلاف اذا كان هو هذا التنبؤ ماله صحيح انتر قديش اعطانا يقول اذا كانت هون مبيعات سعرك اللي هو الاكس اللي هو السعر عشرة ستكون مبيعاتك قديش تسع تلاف ستمية اربعة وسبعين قديش المبيعات الفعلية هي كانت تسع تلاف يعني قريب يعني في يعني في تسع تلاف يعني قريب في شوية انحرافه ولكنه ماله قريب هاتي نجرب نسويها لبي لازم يكون لبي ماله يعطيني رقم ابعد عن الخمس تلاف لانه هون ما في علاقة تعالوا نسوي يساوي اول اشي ايه وين قيمة ايه هيها ايه لبي هيها اول هي 3600 زائد وبنفتح قوس بي وين قيمة بي هيها بي هي 96 ضرب ايه شفت على التمانية درب بقيمة اكس الاولى اللي بدأت تنبأ فيها شوية عشرة والفعليا اللي بينات الفعليا لما كان السعر عشرة كانت مبيعاتنا من بي 5000 هلين اجي نشوف بنسكر القوس وبنكبس ايش انتر قديش اعطاني ايها 4500 و66 4500 وقدش 66 طيب هون في هاي الحالة اه اه 4500 و66 صح انا هون شايف انه المبيعات التنبؤية اكثر بقيمة 566 صح بس هون دير بالكم كبيرة كبيرة طب ليش هون قلت علىها قليل لما كانت 9600 هاي هون الفرق في الاولى كان لازم تكون مبيعات 9000 طلعت 9600 صح قلت هون انه قريب شوي بس هون قول عنها بعيدة مع انه قديش هون الانحراف حوالي 566 هون قديش الانحراف 674 ليه لانه انت بتطلع على الانحراف النسبي هون انحراف 566 تقريبا 600 من اصل قديش من اصل 5000 بس هون انحراف 600 او 700 تقريبا من اصل 9000 فهون لانحراف ماله بيكون ماله اقل هذا كمان شوي بنيجي نحسب اعلو هذول نضل لهم ايوة طيب هون اذا انا الان بقدر افترض اي قيمة لعكس واشوف ايش في اعتنبؤ طبعا انا هل بقدر استخدم هاي المعادلة ولا لا عشان افحص كويس بدي اجي احسب باستخدام دلة والنزج طبعا هاي اللي سوينا هون شايفين اللي هو ويت وساوي هذا هون حسبنا باستخدام هاي المعادلة فيه طريقة اسهل اللي هي باستخدام ايش الفوركاست باستخدام ايش الفوركاست بس انا بدأ عرف كل التربة فباجي الخطوة الأولى بعد ما نصلي على النبي بقول انا بدي اوخذ هاي هدول البيانات شايفين اللي هي وايش كمان عنا اه البيانات والسيل زي ضللتهم بساوي لهم كوبي وبحطهم هون ايش هاي تحت هاي بحطهم هون شايفين هاي هون تحت مثلا او هون هون بدك انتر تمام هدول هم بيانات تاريخية صاح هلا بدأ اسوي ايش التنبؤ اسوي ايش ما يسمى بالتنبؤ التنبؤ اللي هو فوركاست بدأ اسوي فوركاست تنبؤ في شو في مبيعاتي من ايش من ايه تنبؤ في المبيعات من شو من ايه زي ما انا استخدمت والنفس الدالي بس بدأ استخدم كل الارقام ليه لاني ما بقدر اجي احكم على قوة معادلة الانحضار من تنبؤ واحد من قيمة واحدة بدي انا لكل القيم طيب هل بدي اسوي هاي المعادلة لكل واحدة مرة عشرة مرة 18 مرة 14 بزبط بس في طريقة اسألة اسمها اعدالة اسمها دالة الفوركاست هل لو جيت قلت له هون ايكوال فوركاست هاي بجيبها شايفين فوركاست شايفين ها فوركاست بفتح بطلب بني ثلاث قيم اكس وقيم واي وقيم اكس اولي شي قيم واي قديش هايها قيم واي اللي هي قيم بدون بدون كلمة من تسعة تلاف لثمان تلاف صح هاي دخلنا لك قيم واي بعدين قيم اكس هايها اللي هي برايس صح بعدين اعطيني قيمة اكس الاولى اللي بدك تشتغل عليها بقول له قيمة اولى عشرة الاولى من اكس عشرة والثانية ثمان طعش والترث اذا انا اربعة سبين لاحظونا نفس القيم اللي هون هي تسعة تلاف ستمية اربعة سبين تسعة تلاف ستمية اربعة سبين بس تتخصب انت بتقدر بطريقتين اي طريقة اسهل صح اي بدي هون شو اسوي اضللها سويها بولد حط اي هش كمان اندر شوف هون بدأ يجاي حرف تي خارج الخلية باج على حف فتح بس هون جب لي اي هش شايفين مع دسميلز طويل اللي هو خنات عشرية لا انا بدي اقل انا بدي اهن كل هن هاي شايفين بضل الهن كل هن بقول بديش انا دسميلز هالكد بديش دسميلز من مرة مثلا باجي هاي هون شايفين دسميلز بقول قلل 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 اللي هي الخنات العشرية هاي خنات عشرية خلص قرب لا اقرب رقم صحيح اقربها لا اقرب رقم شو صحيح اجي على حجم شو تس تس تلاف ستمية اربعة وسبعين طيب بدي انا احسبها لما يكون السعر 18 ولم يكون السعر 14 ولم يكون السعر 17 ولم يكون السعر 15 و13 انا هاد ليش بدي افحص هل هو بقدر يتنبأ وبعطيني قيم قريبة من القيم الفعلية ولا لا قبل ما اجي اعتمد هاي المعادلة للتنبؤ تمام بقدر انا في عنا هون في الاحسل هاي بدأ اكتب لكم هون الاحسل في عنده خاصية مثلا لو كتبت هون واحد اثنين واسحب بفهم النمط شايفين ضللته وقلت له باجي من الطرف الايمن السفلي وباسحب لحاله بتضيف هاي واحد اثنين ثلاث اربعة خمس ست لو جيت قلت له مثلا عشرة اه عشرين ضفها من النمط انه كل مرة زيد عشرة هاي اللي خاصية السحب موجودة في الاكسل بتريحني تمام ما يدد اشطوب هنا دول فلو جيت هون اسحب هقوله كل مرة سويلي زي هاي هل بزبط بزبط شحن اللابتوب ببطارية كردو بزبط يا الله يا عبد بسم الله الرحمن طيب تمام شبكنا الشاحن للبطارية او شكت على النفاذ تمام ما دي بتطلع هون سحب بتطلع انه القيام يعني هاي بعطيني قيام بس آخر يبطل يعطيني قيام هاي القيام صحيح ولا هو شو بسوي في السحب بنتبهك كل مرة آه بيبدأ فيها آه يعني هون تكون بدأ من قيام كل مرة بنزل ايش السطر تكون بدأ من قيام اللي هي من السطر الثاني من هون تحت واخذ القيم هاي اللي بعدها بدأ من هذا السطر واخذ القيم هاي هون فاضي 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 فالقيم هاي بتطلع مش صحيحة لو كيف بدأ أسوي برجع هاي القيم بحذفها برجع أنا بدي شو اللي يغيروا أنا بدي مرة يوخذ عشرة مرة يوخذ ثمنطاش مرة يوخذ أربعتاش مرة سبعتاش مرة خمستاش مرة ثلطاش في السحب هاي يغيرها بس قيم Y كل مرة يبدأ من تسعة تلاف لثمان تلاف وقيم X كل مرة يبدأ من عشرة لثلطاش مناعته أنا بدي أثبت هاي القيم واثبت هاي القيم واخلي المتغير بس قيمة AX فباجي هون على الـ FX قيمة X باشتغلش عليها بقول لانه كل مرة بدك تغيرها هلا ما اخذت الخلية A14 هايها بعدين اخذ الخلية A15 بعدين A16 بس قيم واي كل مرة بدك تبدأ من الخلية شو مالها هايها B زي ما انتم شايفين B14 وتنتي عند B19 صح ولا لا وقيم X كل مرة من A14 ل A19 هايها الخلية A شايفين A14 ل A19 كيف بثبت باجي هون على هدول بظللهم وبكبس على ايش F4 عندي على الكيبورد F4 بتلاقي بحط ايش $ sign قبل كل حرف إشارة الدولار هايها $ sign قبل الـ B $ sign بعد هاي اللي هي تثبيت يعني تثبيت الخلايا ها زي ما قلنا ايش على F4 F4 هلا ثبتهم بقول له أوكي تغيرش الكنون بس باجي بسحب يا سحب يا double click هون طبعا ايوا هاي هون اعطانا القيم اي اعطانا القيم واخر واحدة حسب فيها القيم يعني لو جيت هون تبهوا على الخلية الثانية اقولوا تعال شوف افحص شو سويت لو قي اخذ قيمة X اللي هي A15 هايها هاي القيم وهاي اللي بديها أنا A ايوا العمود A قيمة 15 مش الاولى اخذ الثانية سحب لتحت بس تعال نشوف قيم لبيت 16 وقيم ايه نفس الاشي تمام اذا نستحب هون صحيح هاي أنا جيت شو جيت سويت هون يا جماعة حسبت ايش القيم التنبؤية باستخدام دالة شو الانحدار باستخدام دالة شو الforecast دالة الفوركاست طب هلا بدي اشوف انا قديش فيه هل فيه فرق ما بين القيم الفعلية والقيم القيم الفعلية اللي هي السيلز الحقيقية مع القيم التنبؤية الforecast من ايه ولا ما فيش ايوه هاي فوركاست دالة اكتب اللي هي فوركاست لشو لا ايه صح ولا لا ايه فوركاست لأيه طبعا هاي بكبرها شو يمنون ما انت فوركاست ايه وبجوز احط كمان ايه لو حطيت ايه بين كوسين بيكون احسن اللي هو القيم التنبؤية لشو لا ايه طيب باجي باحسب شو اشي اسمه الريزيجيوال شو يعني الريزيجيوال اللي هي الفروقات عالي نشوف الفروقات نجرب ها هل في فروقات يعني ما بين القيم التنبؤية والقيم الفعلية باكتب هون الريزيجيوال هايو شو معنى الريزيجيوال كلنا الفروقات مش هيك الريزيجيوال لا ايه ايش بدي انا لا ايه ايوه احسنبلي الريزيجيوال لا ايه شو يعني الريزيجيوال كلنا اللي هو الفرق بين القيم الفعلية والقيم التنبؤية بقول له يساوي مش هيك القيم الفعلية ناقص شو القيمة التنبؤية القيمة الفعلية ناقص القيمة التنبؤية 9000 ناقص 9600 انتر بقول لي معناته في انت يعني هون شوفه لما احنا قلنا القيمة الفعلية ناقص القيمة التنبؤية وطانية ناقص ساطاش يعني القيمة الفعلية الحقيقي اقل من قيمتك الحقيقي اقل من القيمة التنبؤية ب675 الفعلي اقل من التنبؤية ب675 الفعلي اقل من القيمة التنبؤية ب675 تمام هاي انا بقدر اسحب فيها ليش بدل ما اكتبها كل مرة اقدر اسحبه كل مرة بصير يصير لحاله بسوي لي اللي هو 2000-2223. double click عليها. ايه 2000-2223. ناقص 253. هون 36. هون 181. هون 36. هون ناقص 218. هاي القيم كلها هون. ده سويها بس في اه اظهر حدود الخلايا. وهي أسويها شو بولد. وهي أسويها شو بولد. تمام. هذا أنا حسبت الرزجو ولا شو لأيه. الرزجو ولا شو لأيه. هون خلينا نقول هادي ما فيش اللي هداعي. هدول الثنتين. ها فيش اللي هن ايش داعي. هاي بدي اشطبن. تمام. خلاص هيك بكفي. اي سيلز اي سيلز شو بي. تمام. طيب أنا سويت هون القيام. هسا هاي القيام بدي امثلها بيانيا عشان اشوف شكل الرزجو ولا. وبدي اقارن بين مدى دقة التنبؤ. في مبيعاتنا من ايه باستخدام البرايس. اه. اه. يعني مدى دقة التنبؤ. مقارنة مع دقة التنبؤ في مبيعاتنا من بي باستخدام البرايس. زي ما سوينا لأيه بنسوي لبي. زي ما سوينا لأيه بنسوي شو. بهذا كله الجدول. شايفين انا ضللته هون كله. باجي على هوم. وباكله مريج انت سنتر. وباستي باكتب ايه. اللي هو ايه. سيلز. ايه. سيلز من شو يا جماعة. من ايه. سيلز من ايه. هذا بحكي عن مبيعاتي. سوي زي ولا بي. شو باجي الخطوة الاولى. باجي لبرايس. كوبي. كليك. كوبي. وباجيب هون. صح. انتر. وباجيب ايه اش المبيعات من بي. كليك. كوبي. سوي نفس الجدول اللي سويته هناك. اي بي. صح. اه. طيب شو بدي هلأ بدي الفوركاست ورز جوال. بس بجيبهم هون كوبي على طول اسهلة. كوبي. كليك. بيست. بجيبهم على طول الاكسل فيه خصائص كثير بتسهل العمليات. سهل ايه. العمليات. تمام. باجي هون. اللي بدي اسوي ايه. هذا كله كنا بنيجي بنضلل الخلايا هاي اللي فوق. وبنسوي لها ايه. وهذا ديروا لكم التنسيق مهم. ليه? لانه بعطيني وضوح في التحليل. بعطيني وضوح في شو في التحليل. سويها شو كمان بولد بسويها شو بولد. ممتاز. احسب الفوركاست. كنا الفوركاست نسيبها بدلة الفوركاست. ايه اقوال. هلا بنمشي اسلعه شوية. فوري كاست. هاي ها. الاخيرة فوركاست لحالة شايفين. طب اللي كليك. تمام. وباجي من هون. اف اكس فوركاست. طيب. ولي دخلي. قديش قيمة اكس الاولى. اللي هي عشرة. قديش قيم واي. هاي اللي هي المبيعات. واي من خمس تلاف لثلات تلاف. قديم قيم اكس كلهن من عشرة لثلاتتاش. صح. اوكي. خدايش اعطاني القيمة ايه اربعة تلاف خمسمية ستوستين. نروب لكم نفس القيمة اللي طلعت معنا في الحساب في الاولا هي اربعة تلاف خمسمية ستوستين. قلنا احنا بدناش ديسميلز. بدناش خانات عشرية. عليها هون. من لاغون. bege هون على ديسميلز بقول له. آآ ديسميلز. بدون خانات عشرية. بدون خانات شو عشرية. ايه اربعة تلاف خمسمية ستة وستين. بقدر اصحب بقدر. باس هذا ما ثبت. فشو بسوي يعني بضلل كابس على الخلية باجي على اف اكس. تمام? باجي هون على القيم واي كل هن بضلل هن وبكبس شو? اف اور. وكمان قيم اكسز هون كل هن. وشو بسوي? اف اور. وانتر. بعدها باجي هون اما بمسك هون وبس باجي على الطرف. بحسب لي. هاي حسب لي ايش? القيم. حسب لي القيم. تمام. بعد مع حسب القيم. خلينا نسوي. يعني هون حدود للجدول. بدي احسب الرزج والكل الرزج والشو ساوي القيم الفعلية ناقص القيم التنبؤية. اه سهل. يساوي. قيم الفعلية هون خمس تلاف. ناقص القيم التنبؤية. اربعة تلاف خمسمية ستو ستين انتر. اربعمية اربعة وتلاتين. وبسوي لها شو هون? اضعب الكليك. بتنزل هاي. اه قديش الانحرافات. قديش شوي يا جماعة الانحرافات. يظهر هون هاي الانحرافات مرة اربعمية اربعة وتلاتين. مرة مية لفتلاتمية سبعة وتلاتين. آ آ آ آ آ آ آ الف آ آ و سبعمية وتساء وخمسا وخمس ناقص ثمانية وتلاتين سالب الف ثمانية وخمسة. طلعوا هاي القيم لما بكارنها. مع القيم اللي هون رزجوها. اللي بطلع عنه وقوى. عنه ودق. يعني عنه وقل انحرافاته. مبين انه ايه? شوفوا ستمية متين ستة وتلاتين مية واحد ثمانين. هون اربعمية. الف وتلاتمية. الف باية للنحراف. الف ثمانية اربعمية. هذا كله انا متوقع. انه يطلع هون الانحرافات مالها كبيرة. هون تطلع انحرافات قرية. ليش متوقع? لاني هون لما حسبت الكوريليشن. طلع اندي هون فيه كوريليشن قوي جدا. هون كوريليشن ضعيف. صح ولا لا? فهذا متوقع. بس ديروا بالكم من مرة واحدة حساب صعب انت تقدر شو تتنبع. تقدر انت شو. اه. تتنبع. تمام. تعالوا هون. تمثله بيانيا. عشان نشوف الشكل af. تمثله بيت باته بيتها ثم شو ابدا مثله بيتها. تمثله الесть you will. فياتي هون ههي. هون خليه طلع للشكل. التنبور. هاي هذا الerecidual.course الbergiol ماكلمة. هو ال���есть испừng. هون. آنسيل تهاسف. هو على السكتر شارت. السكتر الأولى. تمام هاي جاب لي السكتار الأولى شو معناته هذا الشكل انتبهوا هذا شو معناته الشكل معناته هذا بورجيني هون هذا الخط خط الصفر أنا بحب أنه تكون إذا كان النموذج قوي نموذج تنبوء بتكون كل النقاط هاي اللي هي الرزجة والنحرافات قريبة من الصفر كلما كانت أبعد عن الصفر معناته فين حرافات هذا بالنسبة لأيه دعنا نشوف بالنسبة لأيه احنا قلنا بننقارن ايه مع شو مع بي صح ولا لا بننقارن شو ايه مع بي تمام نفس اللي شبه سويون هاي الرزجة والن انسيرت سكتر تشارت ايوه هاي بي اه هادول بقدر أزلتهم شوية عادي عشان تمام احسا بنا نقارن هادول اثنين تبهوا ايهم شايفين ايهم اثنين جنب بعض انهم بيين انه فيه نقاط ابعد عن خط الصفر اه هون شكليا والله بجوز تقول لي والله هذا بعيد وهذا يعني اقرب صاح بس فيه نقاط بعيدة كثير هل يصلح هيك مقارنت هذا الشكل مع هذا الشكل بصلح في حالة واحدة اذا كان الميزان واحد يعني لما بدك تقارن بين اشياء لازم توزنهم على نفس الميزان هون بلاحظ انه تمثيل البياني بادي من عند ناقع سالب 2500 لـ 2000 صح بس هون بادي من عند شو سالب 800 لـ 1200 اه فاذا هاي المسافات البعيدة بتشوفها هي حقيقة قيمتها قليلة بس هون قيمتها كبيرة اذا لازم احوحد سكيل بوحدهم على السكيل الاكبر بخليهم من الفين لسالب الفين وخمسمائة انه اللي بدي اغيروا ايه اللي هي ايه مش رزج جوال ايه هون احنا ليش عطينا رزج جوال ايه اه هذا لازم انتبهوا هذا لازم فوركاست بي هذي خربشنا فيها صح فوركاست بي بس هون ترميز البيانات بس اشي بسيط شايفين فوركاست بي بس ايه 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 غيرها وان رزج جوال بي هذا احنا بي نقلناها لانها من هناك بدون ما نغير اسم العمود بس ولو الحل كله صح طيب فاذا انه اللي بدي اغيره الشكل ايه ولا الشكل بي الشكل اللي اللي بحول الاصغر للاكبر هذا بقى 1200 سالب ثمانمية الفين ناقل سالب الفين وخمسمائة لا معناته بسويه ان اثنين ماله من سالب الفين وخمسمائة لالفين اللي بدي اغيره ايه باجون بقول البساطة كليك شايفين اذا سوي انا من قديش ايه من الفين وخمسمائة لالفين كليك هون كليك على اليمين بقوله فورمات اكسز ايه بدل ما هو من سالب ثمانمية بدل يقوله من سالب قديش بدل ايه بتخلي سالب ايه 2500 يعني الشكل البياني بس مثلي ايه من 2500 ولحد قديش لحد الفين بدي يسوي لي اصاح لحد شو الفين لانه اكبر كيما هناك كانت ايه ش الفين يعني انا هيك بمثلهم على نفس الشكل على نفس الشكل ايه شايفين ان الفين سالب 2500 سالب 2500 2000 الان على نفس الشكل البياني ارسم لي الانحرافات هلأ ظهرت الانحرافات شايفين انبين انبين انوعدك كنموذج تنبؤ ايه النموذج اللي سويناه على انحضار نموذج انحضار استخدموا للتنبؤ بمبيعات ايه ولا بيه على طول بقول له ايه ليش طيب يا مستاذ ايه لانه النقاط كلها هون شوف وهي خط الصفر النقاط قريبة من خط الصفر يعني الانحرافات عن خط الصفر قريبة بس هون الانحرافات عن خط الصفر مالها بعيدة اذا هون الانحرافات عن خط الصفر قريبة هون الانحرافات عن خط الصفر بعيدة اذا هون هذا النموذج الانحضار انك تتنبأ بمبيعاتك من بيه بدلالة السعر لا يصلح اما تستخدم التنبؤ للمبيعات من المنتج باستخدام الحرافات يصلح هذا ما اسمه ما اسمه التحليل اللي سويناه يا جماعة اللي هو الانحدار البسيط الانحدار البسيط تمام هذول هيب يخليهن هون ايش جمب بعض عشان يزبط الشكل اذا هذا هو هون شوفوا لو جيت زغرت شوي ايو هيك شكل الانحدار وشكل صفقة الانحدار اللي احنا شو اشتغلناها اللي احنا شو اشتغلناها ورجعونا مية في مية تمام يا جماعة اذا انا هون استفدت وعرفت عطتني انت مجموعة بيانات تاريخية وبتقول لي هل يمكن استخدام معادلة الانحدار البسيط للتنبؤ بالمبيعات ايه بدلالة باستخدام السير بقولك يمكن طب هل يمكن استخدام معادلة الانحدار للتنبؤ والمبيعات باستخدام السير بقولك لا يمكن ليش الأسباب اللي ذكرناه أنه ضعيف حسبنا لك الرزيج والو مثلناه بيانيا وكمان شكل تريند لاين ما له ضعيف كمان شكل تريند لاين ما له ضعيف سوي لك ما نكون خلصنا تحليل السيمبل ريجريشن وفي عنا مثال آخر حليته يعني أنا فيه له فيديو آخر ولكنه هو نفس الأذكار نفس الآليات ولكن هناك داتا أكبر فبالتالي ممكن تحسوا أنه معقد أكثر لكن هذا تحليل مبسط للسيمبل ريجريشن أو اللينيار ريجريشن الله يعطيكم العافية بارك الله بكم وشكر الله لكم في مستماعكم